ترامب في واشنطن رئيسا منتخبا هذه المرة لا مرشحا البيت الأبيض أولى محطاته في إطار مناقشة ترتيبات انتقال السلطة وبشكل سلس في البلاد وذلك غدا تتسلم ترامب تقريرا استخباراتيا مفصلا لأول مرة عن الاستراتيجية الأمريكية والعمليات الخارجية سأفعل كل ما في وسعي لضمان انتقال سلس للسلطة أؤكد أننا سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدتك على النجاح لأنه إذا نجحت فهذا يعني أن البلاد ستنجح هذا الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة ونصف نقشنا فيه العديد من الملفات وأنا أتطلع أن أتعاون مع الرئيس في المستقبل من أجل الاستشارة هي كلمة ميزتها مفردات تصالحية مفعمة بتمنيات ودية نحو الرئيس أوباما وبمناشدته الاستمرار في إبداع النصح والمشورة للإدارة الجديدة كلمة اعتبرها مراقبون خطابا سياسيا جديدا للرئيس المنتخب يتماشى مع ضوابط الصلاحيات الجديدة يمكن أن يفسح ترامب عن مكنوناته خلف الأبواب وبأريحية عند لقائه الرئيس أوباما على انفراد والاطلاع بمهام الرئيس يتطلب المزيد من الحكمة والهدوء والتريث قبل اتخاذ الكرارات المصيرية ترامب الذي دشن جولاته بلقاء منفرد مع الرئيس أوباما لأكثر من ساعة ونصف أعقبها بسلسلة لقاءات مع قادة الكونغرس من الحزبين للاطلاع على آلية العمل واستمرارية الاستراتيجية الأمريكية العلياة السلطة الأمريكية تكثف من جهودها لإعداد وإطلاع الرئيس المنتخب على حيثيات ملفات متعددة وساحات ساخنة ووضع الفريق الرئاسي الجديد في الأجواء كما درجت عليها العادة للإدارات السابقة بهدف التمهيد لعملية تسليم السلطة محمد كريم واشنطن الميادين